السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السعودية تفتح الطيران المباشر لأربع فئات منهم المعلمون والطلاب كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية قرار سعودي جديد بشأن فتح الطيران المباشر والصفر للمملكة العربية السعودية وقال حنفي في تصريح اليوم أنه صدر مساء اليوم السلساء الموافق 5 أكتوبر بيان من وزارة الداخلية السعودية بشأن السماع بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة من الدول التي يتطلب القدوم منها قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول إلى المملكة منها جمهورية مصر العربية العلد من الفئات على أن يطبق عليهم الحج المؤسسي داخل المملكة عند وصولهم ويتم أخذ اللقاح خلال مدة الحج وأضاف حنفي أن هذه الفئات هي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد المعلمون والمعلمات في التعليم العام الهيئة التدريبية في المؤسسة الدعامة للتدريب الماني والتقني ومعاهد التدريب طلاب المنح الدراسية أشار حنفي أنه يستسنى من تطبيق الحجر الصحي من تلقى جرعة أو استكملوا تلقي جرعات اللقاح داخل المملكة على أن يشمل ذلك مرافق تلك الفئات وعائلتهم والعملين في القطاع العام والخاص وتابع حنفي كما شمل بيان وزارة الداخلية السعودية رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين الذين تلقى عمرهم من 18 عام إلى مملكة البحرين مع تطبيق الاشتراطات الصحية المعلنة بسفر المواطنين السعوديين سابقا مع دورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية معالم التهون في تطبيق الاشتراطات الصحية شفاكم الله وعافياكم وطبعا ده خبر كويس هيفتح المجال للطلبة من الجانبين ان هم ان يدخلوا المدارسين طبعا وكده ربنا يوفقهم يا رب شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته